تفقد محافظ شمال سيناء محمد شوشة الخدمات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين في عمارات السبيل وهي الوحدات السكنية التي خاصصتها المحافظة للمصابين والجرحة ومرافقهم والعالقين كما تم تفقد الخدمات الإنسانية والنفسية التي تقدم لهم من خلال جمعية الهلال الأحمر المصرية وتعهد بتوفير كل الخدمات التي يحتاجونها جاهزية العمارة رقم 37 كبداية لاستقبال الإخوة الفلسطينيين العالقين داخل محافظة شمال سيناء وبالفعل تم تسكنهم وإنشاء مطبخ لتقديم الوجبات على مدار الساعة عندنا الأول عمارتين في السبيل 37-39 بإجمال 320 فلسطيني من مختلف الأعمار مصابين مرضى عالقين فيصبح عندنا أربع عمارات العمارة ست دوار الدور أربع عشواء بإجمالي 96 شقة بنوفر عيادة طبية للكشف بشكل دائم يومي وبنوفر من خلالها الأدوية لتفادي أي مشاكل تحصل لهم وبنوفر زي حضانة ومكان للحماية وتقديم الدعم النفسي للأطفال الفلسطينيين الموجودين حقيقة دور مصر العظيم وفخامة الرئيس وتعليماته من بداية الأحداث وتأكيده على دور الهلال الأحمر الفلسطيني كان واضح جدا كل الدعم ما بين الهلال الأحمر المصري وهلال الأحمر الفلسطيني على مدار أربعين وخمسين عام يتجلّف كل للأسف في كل أزمة وفي كل كرسة لم تتوانى مصر لا حكومة ولا شعب ولا مؤسسات عن دعمها المتواصل لشعبنا الفلسطيني نتوقع كل الدول العربية يعني تتنافس مع مصر مش بس يعني ليبيا عشان هي أعرب حتى ليها لا بالعكس كل الدول العربية عايزينها تتنافس نحن نشايفين شغل كبير يعني أنا بقالي 30 سنة شغال في العمل الإنساني أول مرة ألاقي ناس مهجرين أو مصابين من حرب في شؤة بداية أنا لما انطلقت من قطاع غزة للعلاج في الخارج ما كنت أعرف أن أنا نازل جمهورية مصر العربية أو أي دولة تانية كنا أنه عساس تحويلها للخارج للعلاج طبعا بنتي فجدت عينها هي بنت أختي يعني بنت سلفي كمان أنا مرتعمة كمان فجدت عينها وانطلقت مباشرة بلغوني أن أنت لازم تسافري للعلاج مجرد وصلت العبور المصري المعبر المصري الحمد لله رب العالمين طاقم للأمانة يشكر على جميع الخدمات